عايزة أقولوكو على حاجة كده نروح لزملائنا زملائنا في صباح الخير يا مصري هذا البرنامج الجميل النشط اللي بيبقى موجود كل يوم لكن الحقيقة هم غداً هيكونوا في حلقة خاصة من تشكة الخير وأنا هسميها التشكة الخير لأنه ما سنشاهده غداً هو منتهى الخير حقيقة البرنامج رصد إزاي التحرك يعني إزاي تحولت السحرة إلى مناطق خضراء وإزاي تم شق الجبال والصخور علشان تمر فيها الميا البرنامج بكرة الصبح إن شاء الله في السابعة صباحاً هتشوفوا إزاي الدولة والقوات المسلحة شغالين ومش سيبين أي حاجة للصدفة كل حاجة مدروسة متوفرة وبينة بكرة في مجهود كبير جداً كمان هتشوفوه من زملائنا اللي سفروا خصيصاً عشان يكونوا موجودين في المكان ده وزي ما أنتم شايفين في الصورة مجهود عظيم من مزارع الأمح ألاف الأفدنة اللي اتزارعت وخلاص الحصاد يعني قريباً جداً أنا بحب حصاد الأمح قوي قوي يعني وحتشوفوا كل ده بعنيكم بالصوت والصورة صباح الخير يا مصر الحقيقة وصل هناك تشكى وعمل استوديو فين في وسط مزارع القمح هتشوفو زملائنا ومحمد الشازلي هو واقف منور موجود وسط يعني مزارع القمح الخير وطبعاً محمد مع فريق صباح الخير يا مصر فريق البرنامج كله اللي عمل مجهود كبير وعظيم لأنه صفر طويل الحقيقة علشان يوصلوا لهذا المكان اللي انتوا شايفينه كله فعلاً خير بالصوت والصورة هتقدروا تتبعوا إيه اللي بيحصل على الأرض وحتسوفوا الأمح بعنيكم وحتعرفوا بكرة تشكى الخير بتقدم إيه وقد إيه الأمح جاهز على الحصاد شايفين الأبراج الحمام والحمام والخير الصورة الحقيقة بديعة والصورة بتتكلم وشايفين الخضرة عاملة إزاي والمياه كل ده على فكرة الدولة يعني كمان كانت بتشتغل عليه يعني ده ما طلعش بين يوم وليلة ده تعب وعلم وبحث وأبحاث ومجهود كل ده هتشوفوا هتشوفوا الصورة دي على الشاشة وكمان هتلاقوا المنطقة هتتعرفوا كمان لما كانت صحرة يعني هتشوفوا لما كانت صحرة ومليئة بالصخور وإزاي كانت الألات والمعدات وكل العدد اللي موجودة وازاي تم تحويل ده والناس اشتغلت وازاي المنطقة تحولت فعلا وباقت فيها كل الخير وتحولت من الصحراء إلى اللون الأخضر الجميل وحتشوفوا كمان حاجات جميلة أكثر من أكثر المشروعات الزراعية اللي حصلت الحقيقة أفتوشكة في ظرف ثلاث شهور تحويل الصحراء إلى أرض زراعية منتجة فيها ألاف الأفدنة من القمح زي ما قلنا وطبعا هتشوفوا الحصاد إن شاء الله حيبقى قريب كمان في حاجة حلوة جدا وهي مزارع النخيل بصوا الجمال العامل زيدة الأمح مزارع النخيل بقى ممكن تمشي فيها لمدة تلاتين دقيقة يعني نص ساعة بالعربية تفضل ماشي في مزارع النخيل وكلها تم زراعة مليون تلتمية وخمسين ألف نخلة من أصل اثنين مليون وتلتمية ألف تقريبا وكل ده تم استهداف بقى في الحقيقة زراعة النخل منتج للتمور ويعني طبعا يعني نخل فيه بلح وحتلاقيه طبعا عندنا على فكرة احنا تمور جميلة في مصر بس أكيد تشكا هتشوفوها حلوة شايفين الصحرة وهي متعمرة بالخضرة وبالزرع وكده كمان هنقدر نفتح كمان أسواق جديدة خصوصا بمسألة التمور نقدر نصدر وده فعلا مطلوب ونقدر نعمله زي ما نجحنا في مسألة الموالح ممكن جدا ننجح كمان في التمور ونقدر نصدر ونعمل ده احنا عندنا على فكرة تمور حلوة جدا تشكا وسيوة وعندنا أماكن الحقيقة بديعة محيط النخلة علشان فيه نسبة النخلة ده قصو زي كنز فمحيط النخلة عبارة عن 2 متر مربع وتم استغلاله وطبعا فيه الزراعات النخلية وتم طبعا الزراعة زي ما انتم شايفين وزراعة كمان الأمح وكل هذه الخضار وهذه الأشياء وكلها كحقيقة تمت به بتفكير علمي بحث برنامج صباح الخير يا مصر في السبعة صباحا ينتظركم وأعتقد حلوة قوي أن الواحد الساعة 7 الصبح يفتح كده ويشوف الخير ده كله ويشوف الزراعة ويطمن ويشوف حاجات حلوة وأنا متأكدة أنه زملائنا في صباح الخير يا مصر إن شاء الله حيقدموا لكم يعني كل المعلومات وحتقدروا تعرفوا وتتعرفوا على حاجات كتير حلوة وتشوفوا كمان بعنيكم وتنتظروا معانا بعد كده الحصاد الخاص بالأمح أنا بحب حصاد الأمح فكنين أغنية عبدالوهاب الأمح الليلة الليلة يمعيده إن شاء الله دايما يكون عندنا زراعات حلوة يا مصر أصلا بتتنفى الزراعة يعني المصري اللي عاش على ضفاف النيل وبنى وبنى الأثار بتاعته وزرع يعني الأراضي الزراعية الخصبة لازم نرجع ناكل من إيدينا يعني نزرع وناكل ولما تبقى أنت بتزرع وتاكل يبقى قرارك فين في جيبك جيبك دايما يبقى عمران بكل الخير